السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك ربي سبحانك سبحانك في عليائك سبحانك في كبريائك سبحانك في عظمتك سبحانك في مغفرتك سبحان في كرمك سبحان في عطائك سبحانك في عطفك سبحانك سبحانك لا إله إلا أنت يا ودود يا كريم يا رحيم يا مفرج كرب المكروبين وأنيس الموحدين سبحانك لا إله إلا أنت ولا رب سواك وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وعظمنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صلي وسلم وبارك عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله يا من أرسلك ربي رحمة للعالمين يا من أرسلك ربي شفيعا للمذنبين يا من أرسلك ربي بالوحي الأمين يا من أرسلك ربي كي تسعد الناس طاها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ثم أما بعد أخواتي وأحباب قلبي البال وكيف يصلح وأصلح بالهم الحق تبارك وتعالى يقوله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح لهم وأصلح بالهم وأصلح بالهم يبقى النهاردة كلنا عايزين بلنا يتصلح بلنا يتصلح في بيوتنا بلنا يتصلح مع أولادنا بلنا يتصلح مع أخواتنا بلنا يتصلح مع بلادنا بلنا يتصلح مع جراننا بلنا يتصلح مع كل حاجة في حياتنا راحة البال وأصلح بالهم وأصلح بالهم طيب أنا علشان أوصل لصلاح البال أعمل إيه كل واحد فينا دلوقتي بيقول طيب دلوقتي أنا عايز بالي يتصلح أنا يعني ناس كتير هتقول أنا ما الكهرباء من الحياة أنا ما الكهرباء من الأوضاع أنا فيه اضطرابات فيه تخبط فيه كذا فيه كذا فيه كذا فيه كذا ما نشعارف بالي يتصلح طيب إزاي بالي يتصلح كل واحد فينا بيقول هذه الكلمة إزاي بالية صالح فطبعا ربنا أبارك في حضراتكم جميعا يا رب العالمين الأمر بسيط جدا والذين آمنوا وعملوا الصالحات علشان أخذ بقى خطوات أن أصل إلى هذا المستوى الجميل إيمان مع العمل الصالح العمل الصالح اللي هو أنني أكون دائما مع الله العمل الصالح بقى في أكلي في شربي في بيعي في شرائي في تعليمي في علاقتي بزوجتي علاقتها بزوجيها في كل أمور حياتنا العمل الصالح والذين آمنوا وعملوا الصالحات مش آمنوا بس أمنت بك يا رب وبيظلم أمنت بك يا رب وبيخون أمنت بك يا رب وبيغش أمنت بك يا رب وبيظلم أمنت بك يا رب وبيكل حول الناس لا الإيمان يتبع العمل الصالح يعني لابد أن أنا أبدأ أسأل نفسي تعال اسأل تعال اسألني أنا أقف كده وأسأل نفسي قبل أن أسأل وحاسب نفسي قبل أن أحاسب تعال هل إيمانك اللي أنت بتعمله يا رضا ينفع مع العمل الصالح؟ هل أنت بتعمل عمل صالح يتوافق مع إيمانك؟ طب هل أنت بتحافظ على الإيمان بالعمل الصالح اللي أنت بتعمله؟ ولا بتعمل عمل إيمان وعمل صالح وكل شوية يتشتم ده وتلعن ده وتتكلم في حق ده والضيع الحسنتين اللي أنت عدت جمعهم في العمل الصالح فما احنا كده عندنا احنا كده فينا كتير من اهالينا كده يعني بيصلي وبيصوم وبيزكي وعنده حاجات حلوة او بس اول ما يقعد يتكلم مع حد اه فلان الفلان ما عملش كذا او فلان الفلان كذا او فلان ده اتطلقت وفلان وهكذا بعض السيدات الفضليات وليس كل النساء خلي بالكم ليس كل النساء احنا قبل كده اتكلمنا وقلنا ان بنت سيدنا شعيب البنت العظيمة الراقية كانت من المؤمنات والتي قامت بعمل الصالحات كانت تتكلم في كل لقاء مع سيدنا موسى 8 كلمات 8 كلمات لان قوة المرأة في حيائها قوة المرأة في حيائها مش بانها تبقى راجل لا قوةها في حيائها ربنا سبحانه وتعالى حباب ده ولذلك حيائها ده يعطيها صفات الايمان والعمل الصالح انها دايما تغض بصرها انها دائما لا تتكلم في حق احد انها دائما تكون مع الله تبارك وتعالى في كل امور حياتها اي عمل بتعمله ويبقى الوجه الله اي عمل بتعمله ويبقى بتحتسب به الامر عند الله تبارك وتعالى زي بناتنا اللي تبعت لي رسالة تقولي انا قاعد علم في ولادي انا قاعد اكبر في جوزي انا قاعد متفرغ لهم تماما وانا انسانة جامعية وكده حاسة ان حياتي ضاعت هضر وحاسة ان عمري فبقول لها لا يا بنتي انت امنت بالله تبارك وتعالى وبتعمل العمل الصالح العمل الصالح هو ايه انت الظهر بتاع كل دول انت ظهر اولادك انت بتعدي اولادك كي تقدميهم للحياة بشكل جامد بشكل جميل لان هي هي تعلمت تعلمت واصبحت راقية جدا وتعلمت لغات وفاهمت كيف تدرس فهي ما شاء الله تبارك الله بتدرس لولادها ولذلك اولادها طالعين الاوائل فبتقول لي طالعين من الاوائل بس انا عملت النفس ايه طالع عملت النفس كنك عملتيهم انت اعددتيهم وقدمتيهم للحياة في ابها واجمل صورة وقدمت زوجك في ابها واجمل صورة فيه ناس كتير جدا جدا ساعة ما تشوف الراجل لابس اللبس ماكو اللبس نضيف واللبس شيكو واللبس يقولوا الله يبارك لزوجتك انما واحد خارج من بيته جاي بقى امسه مكرمش وما تغسلش بشكل جيد وزرار واقع تفتكروا حد يقول الله يبارك في زوجتك ما هيقولوا الله يهديلك زوجتك هو ده اللي يحصل هو ده اللي يحصل يعني انا مثلا جيت الاسبوع اللي فات فيه بعض النموس كده تصرب الى الغرف المهم جات نموسة بالليل يعني كان مفروض حد يعني ينظف المكان يعني يعمل اي حاجة بحيث النموس ما يستوطنش الغرف وامداخل النموس بالليل المهم ارسني تلات اربع ارصات وام اركز على الجفن بتاع عيني من فوق وام ايه ام ارسني طبعا انا اصحيت بالليل ادعك انما تاني يوم ليت عيني ورمت وا 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 الى اخرى طب النموسة بقى لو كانت لو كانت النموسة لقت حدي يطلع بره القوضة ما كانتش عملت فيها اللي عملته ده خدت بقى حضراتكم يبقى اامنت وعمل الصالحات هنا ان هي تطفش النموسة بالقوضة يعني من ضمن عمل الصالحات ان هي تطلع النموسة بالقوضة ده عمل صالح بدل ما تقرس يعني اعيني رضا ورضا بيطلع قدام الكاميرا خدت بقى حضراتكم فربنا يعزكم ويعلي قدركم يا رب العالمين الذين امنوا وعملوا الصالحات وامنوا بما نزل على محمد وهو الحق وهو الحق وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم واصلح بالهم يبقى احنا هنآمن هنآمن بالله تبارك وتعالى بملائكتي ورسؤون آمن كده ونكون مؤمنين وربنا يرى فينا الايمان ده في سلوكياتنا يرى فينا الايمان بقى في العمل الصالح ابقى مؤمن اننا ما بخدش الناس حقهم ده من العمل الصالح بقى ان اكون مؤمن انني لا اهين زوجتي ان اكون مؤمن انني احافظ على اهل بيتي ان اكون مؤمن انني احافظ على اولادي ان اكون مؤمن انني احافظ على جيراني على بلادي على دياري على خطبال حضراتكم آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد يا سلام يا سلام ما نزل على محمد وهو القرآن الكريم على حبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أنزل عليه القرآن ليه عشان نحطه بقى بركة في البيت وبركة في العربية يعني أنا كنت أعرف رجل سواء عربية أجر شغال عند ناس كان حطت مصحف كده قدامه وآخر النهار يسرق إرادة العربية يسرق من إرادة العربية لدرجة أنه لما اشترى عربية خد على أنه دايما ياخد من الإراد فبدأ ياخد العربية بقت ملكه بدأ ياخد من جيبه اللي هنا ده ده يحط في جيبه ده إحساسه لازم ياخد من الإراد حتى لو كانت عربيته خدت بالحضراتكم قدامه مصحف بس هوا بيفتحوش ما بيقرؤوش مالوش علاقة بيه وفي الآخر يقول لك يا خبر على المسلمين ده المسلمين ما هم المسلمين ما فتحوش إلا مراحم ربي طبعا ما هو لو فتح وتعلم ما كانش هتخبط في الحياة ما هو عايز يصل إلى مقام وأصلح بالهم طب أنت دلوقتي ما خدتش بالأسباب التي تصلح بالك الأشياء التي تصلح بالك رقم واحد إيمانك ورقم اثنين عملك للصالحات وتؤمن بما نزل على محمد حبيبي صلى الله عليه وسلم من أوامر الله عز وجل أمرنا بإيه نعمله نهانا عن إيه نعمله يبقى دلوقتي أنا لما أجي أشوف ما شاء الله تبارك الله ناس حتى المصاحف في البيت باركة والخمرة في التلاجة خدت بالحف في بيوت عاملكت وحط الخمرة في التلاجة وأنت رضا شفت آه شفت خدت بالحف حضرتك أنا هقول لك أنا كنت في أنا كنت في مهرجان دعيت إليه دعيت فوجئت إليه تحد بيدعوني بيقول لي أمكر رضا آه إحنا عاملين في مكان ما في قرية سياحية قوي 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 منتجعة يعني سكنوا عدد من الأسرياء والحقيقة عاملين يوم آه اسمه بي أبرتي بي أبرتي يعني إيه يعني أولادي الأغنياء اللي ما يعرفوش حاجة عن عن الفقر والجوع واللبس المقطع والنظارات المكسرة قرروا إن هم يعيشوا اليوم ده آآ لابسين اللبس آآ قرروا إن هم يلبسوا النظارات المكسرة الموبايلات اللي شكلها وحش اللبس المقطع الشعر المنكوش آآ اللي دهن وشه آآ حاجات كده مش نظيفة اللي لابس جازمة مقطع آآ ده اسمه مهرجان البيئة بارتي واللي يطلع فيهم أوحش واحد وأوحش واحدة ويعني ويبقى شكلهم العالم بربنا دول بقى اللي يطلع الأول ده يبقى هو ده اللي طلع الأول على بيئة بارتي يعني يعني إيه فأنتوا عارفين ده اللي طلع الأول قالوا له مبروك عليك يا معفن أنا ما بحذرش وأقسم بالله ما بحذر بيبركوله مبروك عليك يا معفنة برضو الجاي شعراء منكوش ولبسة لبس مش عارفة التاني بقى لبس لبس مقطع ولبس ممزق وحزام مش عارفة فيه إيه ونظارة مكسورة من هنا وفاشرخ من هنا وأقسم بالله مهرجان اسمه بيئة بارتي بيئة فهم عايزين يبقوا بيئة بدل ما نقول الحمد لله على نعمك الحمد لله على رزقك الحمد لله على نعمة الصحة الحمد لله على نعمة العلم هم شغالين في بيئة بارتي خدت بقى عايزين يبقوا معفنين ولذلك تلاقي الولد بيفتخر بصاحبه يقولك ده أنا مصاحب بورس ده أنا مصاحب خنفسة ده شفت مش عارف مين إيه كذا خدت بيطلقوا على أنفسهم أسماء الحشرات أسماء الحشرات طب ده ده نتيجة إيه ما هو أنا لو أمنت بالله تبارك وتعالى وأمنت بما نزيل على محمد صلى الله عليه وسلم وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئتهم وأصلح بالهم طب دول بالهم مش راضي تصلح رغم أن جات فلوس وجات كل نعم ربنا بس البال مش متصالح يعني هو الموضوع مش فلوس لا الموضوع مش فلوس موضوع ثقافة وعلم فإحنا لما بنيجي بقى نتعلم أوامل ربنا تبارك وتعالى ونواهي ربنا أوامل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ونواهي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بنجد أن الحياة سعيدة والحياة جميلة والحياة مشريقة والحياة كلها في طفاضة كده وفيها كله وأصلحة بقى لهم يعيش في معنى قولي رب تبارك وتعالى وأصلحة بقى لهم أنا طبعا قالولي يعني هتبقى في لجنة التحكيم قعدت أفكر أروح ولا مروحش أروح ولا مروحش قلت دول أبناء أغنياء وأنا ممكن أروح وأوجه وأوجه هذه العقول وقمت عامل المهم رحت وقعدت في لجنة التحكيم إيه رأيك يا أونكل قلت له شكلك كذا شكت رأولي الكلمة قلت له شكلك كذا قلت له شكلك كذا اللعاء بصراحة أنت طلعت طلعت معفل يعني قال لي شكرا يا أونكل شكرا أنا أنا بقول له معفل طبعا الفظ يعني غريبة السنة كان لها بعد في الموضوع ولذلك أنا أتمنى أنه والله العظيم مسلسل الكبير قوي ياخد نموذج حفلات البيئة بارتي وينزلها للناس علشان يوري للناس مثل هذه الأمور علشان برضو الناس تضحك وتتجنب مثل هذه الأمور فجيت بقى طبعا شفتوا أولادنا الوقت لابس مقطع ومناظر صعبة جدا جدا وما لابس رسة مش نظيفة نظرات مكسرة شعر منعكش وحتى الروائح غير طيبة المهم بعد ما طلع أعفا واحد وأعفا واحدة فعمليني سقافه وصوته أنا بقى عملت لهم إيه قلت لهم أشكركم جدا جدا على هذا اللقاء الجميل إحنا النهاردة كنا بنمثل مع بعض الناس الغلابة الناس اللي معهاش فلوس تشتري ملابس الناس اللي معهاش فلوس تشتري نظرات الناس اللي معهاش فلوس تروح للدكتور الناس اللي معهاش فلوس تجيب أحزية الناس اللي معهاش فلوس لتجيب ملابس ولا تجيب مثلا بناطيل إيه رأيكم النهاردة نفس الحفلة ده يعمل النهاردة مفاجأة للدنيا كلها وانقرر أنتوا ما شاء الله تبارك الله أقل واحد فيكم ممكن لو طلع مليون جنيه عملنا وتعملوا جمعية جمعية خيرية النهاردة من هذا المهرجان وسموها جمعية المهرجان الجمعية دي مهمتها ايه الجمعية دي كل واحد فيكو لو جمع مليون وانتو ما شاء الله تبارك الله الحضر دلوقتي حالة 500 لو جمعتوا من كل واحد فيكو مليون هتجمعوا مبلغ كبير جدا جدا ونعمل جمعية جمعية المهرجان والجمعية دي دورها ايه نفس الناس اللي كان اللي انت لبست نظراتهم المكسرة نروح نشتري لهم نظارة جديدة نفس الناس اللي انت لبست بناطلهم المقطعة نشتري لهم بناطل جديدة نفس الناس اللي انت شفت شعرهم شكله سلبي نفتح لهم محل للحلاء والتنصيق وإلى آخرين نفس الناس التعبنين اللي انتو مثلتوهم تعالوا ناخدهم نودوهم للمرض للمستشفيات لعلاج المرض تعالوا ناخدهم لعلاج المرض المهم وبدأت أقول كده وهم يسقفوا قلتولهم مين أنا أبدأ ألف جنيه ألف جنيه على قد دلوقتي بقى ما أنا مش عايز ألف جنيه المهم فلان أمايل وأنا ستمائة ألف والتاني تلتمائة ألف خدت بقى وعملوا جمعية جمعية جميلة أوي 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 فعلا نزلت ساعدة الناس يبقى ولما نزلوا بقى أصلح بالهم أصلح بالهم يعني إيه بدأوا بالعمل الصالح بدأ إيمان بربنا وبدأوا الإيمان ده ترجم إلى عمل صالح لمساعدة الآخرين في نفس الوقت لما ساعدوا الآخرين هم كان عندهم اضطرابات نفسية وعصابية وفكرية واضطرابات في تفاعلهم مع الحياة لأنه ما كانش لا فيه صلاة ولا عبادة فأصلح بالهم بدأوا يشعروا هم يقولوا لي كده يا أنكل والله إحنا بدأنا نحس بحالة من الاسترخاء العصبي والنفسي لما بدأنا نشوف الناس وقديه إحنا بدأنا نفرحهم إحنا بدأنا ندخل عليهم الفرح والسرور إحنا بدأنا أن نكون سبب في سعادتهم إحنا بدأنا بدل ما كنا بنهتم بنفسنا بس وبلبسنا بس وبدأنا نهتم بلبسهم وكل حاجة أنا مش عايز تقول عليكم في الحوار المهم أنا هنا إيه أنا هنا لو دول بقى تقابلوا مع واحد من اللي هو الغير مثقف واحد غير مثقف كان قال لهم إنما تفعلونه لفسق وكفر وإني لأم تستنكر ما تفعلوه وتصادم مع البشر فاكرين أنتوا الولاد اللي كان بيقول جامعة جامعة هو بنفس ما إحنا عندنا فن واقعي وعندنا فن واقحي وعندنا فن ترفيه وتوجيه وتسليه وتوعية وعندنا ولاياز بالله يعني المهم فكل حاجة فيها الخير وفيها الشر فيها الجمال وفيها القبح نختار من حياتنا الجمال الجمال في كل شيء في كل ما نفعله فكان ممكن يصدهم وكان ممكن يخلوهم بدل ما يعملوا بيقى بارت واحد يعملوا بيقى بارت واحد وبيقى بارت اتنين وبيقى بارت تلاتة خدت بالحضراتكم فإنما أنا لما روحت كنت حريس جدا جدا على أنني يعني من اللي علمني كده سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما جاء مع مشريك قريش بيعملوا معه صلح الحديبية فقالوا له شيل محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهنا هو عايز يصل إلى الهدف عايز يصل إلى هدف يسمو بالناس يعلو بالناس يرقى بالناس يدخل الناس في رحمة ربنا تبارك وتعالى فحبيب المصطفى علمني بيه قال له أرينيها يا علي يعني إزاي إزاي تشيل محمد أرينيها يا علي أرينيها يا علي صلى الله عليه وسلم فعلمني النبي المرونة المرونة في الحياة المرونة في التعامل المرونة في الفكر المرونة للوصول إلى الهدف السامي الذي يكون السبب في إسعاد الناس وسبب في رفعة الناس وأصلح بالهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو القرآن الكريم القرآن ده ممتع القرآن الكريم أصلح بالي أنا أنا كريضة طاعمة شخصيا لما بدأت أحفظ لأن لما بدأت حياتي بقى بحب الفن وبحب الإخراج السينما وبدأت أدرس إخراج السينما وبدأت وا 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 المهم وكانت أم تقول بقى الشعر الطويل ده يا رضا اللي انت كذا والأنس يا لله على صدرك والدهب واللي انت يا ابني كده حق والله يا عادي انت خسرة في النار أم فاتحكة بتقول الكلمة دي يا عادي يا رضا انت خسرة في النار والله فتخيلوا علي رحمة الله واسكان الله الفرده وسيل العالم فهنا بنشوف بقى حضراتكو إيه بنشوف ان ان رغم مثلا تحقيق طموحات وا 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 إنما ما كانش فيه نور نور الطريق ما كانش فيه أصلحة بالهم ما كانش عدد كبير جدا من من إخواتي وحبيبي أصلحة الله بالهم الآن من خلال العمل الهادف العمل اللي يرضى ربنا سبحانه وتعالى طيب لما نيجي نشوف هو احنا مش ممكن نشارك في الحياة بأعمال آه نشارك في الحياة بأعمال بس بأعمال ترضي الله وهل الأعمال اللي ترضي الله ما فيهاش إبداع ما فيهاش فيلم زي فيلم عمر المختار فيلم زي فيلم الرسالة آآ فيلم مسلسل زي لن أعيش في جلباب أبي آآ أفلام أفلام جميلة في عندنا بعض الأفلام الجميلة جدا اللي تسري الحياة الثقافية وبتشارك في نعضة المجتمع وبيبقى العمل فيه موعيزة يعني ما تعملش كده يا اللي بتشاهدني زي فيلم وبالوالدين إحسانة يعني يعني جميل آآ يعني يمهل ولا يهمل فيلم يمهل ولا يهمل يا السلام خدت بالحضراتكم وكلها رسائل طربوية كلها رسائل طربوية إنما بقى لما يطلع فن مشكلته والعياذ بالله الجسد هو ده اللي إحنا بنرفضه إنما نحن نشارك الحياة بكل قيم بالقيم الفنية الهادفة بالقيم الإبداعية الذوقية الخالية الطربوية يبقى عالم الدين بيشارك في ثقافة الأمة كما يحدث الآن عالم الأمة عالم الدين بيشارك في الثقافة والدليل على كده إن أول ما بيطلع عن حراف في أي كلبية في أي فيلم تلاقي طلع مليون شاب سواء فتاة أو طلعين ما شاء الله تبارك الله بيقفوا أمام هذا الكام من المخالفات يبقى إحنا هنا دلوقتي بنتعلم إن إحنا لما بنؤمن بما نزيل على محمد بنجد ما نزيل على محمد ده بدل ما أنا رضا أضطرب بدل ما اضطرب والخطوات تضيع من تحت رجلي وأمي كانت بتدعي لي واستجاب الله ودعائها عليها رحمة الله أسكان الله فسيحة جنات كنت في لقاء مع الأستاذة زينة بيونس في برنامج طلائع الإيمان وأنا طبعا من يعني من أعظم الأشياء اللي ربنا أعطهاني في حياتي هي ظهوري في إزاعة القرآن الكريم من سنين ودي كانت دعوة فتحية كنت باجي إيه أنا طفل عندي فرط حركي بتلاقيني بخبط في الحاجات كده ووقع فكانت أمي تقول لي ربنا يهديك يا ربنا يهديك ولا إيك في الراديو ده هو في إزاعة القرآن الكريم ربنا يهديك ولا إيك بتقرأ زي الراجل ده ربنا يهديك ولا إيك بتتكلم زي الراجل اللي بيتكلم ده دي كانت دعوات فتحية كنت بتكلم بقى مع الدكتورة زينب فقلت لها أني لأن هي اللي كانت بتدعيلي وأنعيل صغير عنده فرط حركي فكنت بعتذر لأمي بقى بقولها يعني إن فتني جمال صوت كقارئ يعني كذا فلم يفوتني جمال التعبير وجمال الدعوة وأدب الدعوة ورقي الدعوة فده أمر مهم جدا جدا وأصلح بالي بدأ بالي أنا شخصيا اتصلح لما بدأت أبقى مع ربنا وممثلش إن أنا مع ربنا أمسك السبحة بقى وبتاع زينية واحد صاحبي كان كيف أو يمسك السبحة وهو قاعد يتفرق في فرح على رقاصه وإيه وخدت بالكم وقعد على الكرسي يبص كده في السبحة سبحة عم الحاج يا عم أنت في إيدك زبحة بتقولك كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم يا عم أنت في إيدك سبحة بتقولك الجو ده ما ينفعش كذا ولذلك أنا ما بتعزم في فرح وأروح وأوفاجأ بالموقف ده أقوم رايح قاعد إيه بصوا في كرسي وراء ومن جنب كده بعد ما زبت حضور من جنب كده وتسلت وأم خارج خدت بال حضراتكم بس قبل ما يظهر أي كذا فإيه اللي أنا عايز أقوله لا صدامة للحياة إنما أن أعمل اللي يصلح بالي ويصلح بالي هو أن الذي يصلح بالي أن أكون مع الله الذين أمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق لا حق سوى حق لا ريب فيه ما فيش فيه كذب طبعا إحنا اللي قصرنا في ما وصلناش المعلومات لعقول الناس بشكل مستنير بشكل مبهر بشكل راقي فعشان كده الناس اتصدمت مع قسات القلوب قسات اللغة قسات الأسلوب قسات الدعوة الذين لم يفهموا الذين لم يتعلموا الذين كانوا بغبغان بغبغانات كانوا طالعين يرددوا زي على طريق ناس معينة الناس دي كان عندها شدة وهم فوقس وواواواواواوا فطلعوا يرددوا نفس البغبغانات على نفس الكلام فالمجتمع رفضهم الأمة رفضتهم فاتبال حضراتكم إسلام يوضع في بقي ورد وإحنا بنوصل الدعوة إن شاء الله تفرجوا كل يوم إن شاء الله بإذن الحي القيوم كل يوم ثلاثة تقريبا الساعة خمسة مساء برنامج الكلمة الطيبة هو علم صناعة الداعية إزاي نصنع دعاء هؤلاء الدعاء يكونوا يعني قيمة قيمة جميلة في الحياة يبقى أنا دلوقتي عايز إيه عايز وأصلح بالهم خلي بالكم باء وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق صلى الله صلى الله عليك وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رسول الله وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم يا سلام يا سلام خلي بالكم قال من ربهم بعد كده الكفر عنهم سيئاتهم أكن العصاد دول يا رب العصاد قول يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله وخلي بالكم هو ده اللي احنا عايزين من العلماء اللي بيتكلموا وصلوا الناس مع الآيات اللي بتاخد بأيديهم وصلوا الناس مع الآيات اللي بتساعدهم على النجاح وصلوا الناس مع الآيات اللي بيتماهد لهم طرق التقدم والإزدهار والتألق والتميز اربطوا الناس مع الآيات اللي هتساعدهم إنهم يكونوا سعداء في حياتهم وسبب في سعادة الآخرين وما يكونوش سبب في وجع الآخرين الدعاء ده أنا دايما نقوله وبعلمه للدنيا كلها اللهم لا تجعلني سببا في وجع أحد اللهم لا تجعلني وجعا لأحد اللهم لا تجعلني وجعا لأحد مشكلة أنك توجه حد كده وهو خدت بها لحضراتكم فنيجي بقى نتعلم من هذا النص القرآني الرائع الانطربوي آية واحدة آية واحدة بس مدرسة مدرسة مليئة بالعلم والمعرفة والثقافة والإبداع والإبهار والجمال والتميز آية لما بقرأها بتسافر بي في مشاعر من الجمال في أفكار من الجمال في رقي من الجمال وبرشعر معها بالاسترخاء العصبي والنفسي والوجداني حينما أقرأ الذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم آمن عاصي آمن أنا مخطئ أنا مقصر في حق ربنا سبحانه وتعالى كفر عنهم سيئاتهم بس لا وأصلح بالهم يا السلام يا السلام على رحمتك يا رب يا السلام على رحمتك يا رب يبقى أنا دلوقتي أخذ الخطوات دي يبقى أؤمن وأعمل الصالح وآمن بجزم ويقين بما نزل على الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهو الحق لا مريات فيه وهو الحق أبدأ بقى أخذ إيه؟ أخذ اللي أنا تعلمته ده من النص القرآني اللي هو وآمنه بما نزل على محمد أخذوا بقى إيه في منطقة وعملوا الصالحات وأبدأ أطبق اللي ربنا سبحانه وتعالى قالوا وعندنا حاجة اسمها الضرورة تقاسوا بقدرها وقد تكون الضرورة عند حضرتك غير الضرورة عند حضرتي عند حضرتي دي أنت بتقوله لنفسك حضرتك لا قد تكون الضرورة عند حضرتك وقد تكون الضرورة عندي خدت بالحضرتكم لأن مهم أوي حساب الإنسان يعني إيه يحسب نفس الله وما جعلنا من الصادقين يا رب العالمين المهم فنيجي بقى ما شاء الله الضرورة تقاسوا بقدرها ساعات تبقى الضرورة عند ابنك غير الضرورة عند ابني ساعات تبقى الضرورة عند بنتك غير الضرورة عند بنتي فما نعممش الأمور زي اللي هم الإعلاميين يجيبوا كلام لعالم يقولك سمعتو كان بيقول إيه يا ابن انت دي كانت ضرورة الزمن كانت ضرورة الوقت اللي هو فيه ده دي كانت لغة الوقت فما تجيش على وقت غير الوقت وعايز أن أنت تحكم بالوقت اللي أنت فيه على الوقت الذي مضى لا دي كانت دي كانت كلمات الواقع في الواقع ده وفي الموقف ده فده ده يعني ولذلك أنا أقول لهم يعني أولاد الصحفين اللي بيحضروا المحاضرات أقول له ما تجاهلش المجتمع وأقسم بالله زي ما بحكي لكم بقول له اوعى تجاهل مجتمعك اوعى تسطح مجتمعك اوعى تقول معلومة كذب لأن المعلومة اللي أنت بتكتبها دي بيأخدها الأمن الوطني وتاخدها المخابرات العامة وتاخدها الأجهزة السيادية في الدولة عشان تتبع الموضوع فأنت لو كتبت موضوع غلط في الصحف في الصحيفة أو نزلت على الموقع بتاعك موضوع غلط أنت بتضلل الحكومة أنت بتضلل الأجهزة اللي هي عايشة أساسا علشان تحافظ على البلد وعلى أمن البلد فدايما أتكلم مع أبنائي يعني الصحفيين في كده يعني تصل إلى مقام وأصلحة بالهم أن كل عمل صحفي أنت بتعمله لازم العمل ده يوصلك إلى إلى أنك تكون مصلح صالح في نفس الوقت وربنا تبارك وتعالى يصلح بالك يصلح بالك يبقى أنا عندي دلوقتي كي أصل إلى مراتب الصلاح صلاح البال وأصلح بالهم يبقى عندي إيمان بالله تبارك وتعالى عندي عمل صالح عمل صالح ده بقى مطلق كل واحد فينا له عمل صالح يخصه يعني عمل صالح يخصه أن ما شاء الله تبارك الله أنت قد يكون عملك الصالح في أن أنت ترضي زوجتك وتربي أولادك الآخر عنده عمل صالح بأنه يصرف على أخواته ويساعدهم على أن يجبروا وينجحوا الثالث عنده عمل صالح بأنه هو مثلا يساعد المرضى أنا عرف والله العظيم وأقسم بالله واحد بشتغل فكهاني بشتغل فكهاني طول النهار واد مشهور قوي واد ما شاء الله تبارك الله الفكه بتاعته الدنيا كلها بتروح تشتري من عنده الناس اللي حواليه الولد ده بعد الساعة تمانية تلاقوه في مستشفى معينة واقف يساعد المرضى اللي جايين طوارق هو اللي بينزل المريض اللي جاي طوارق اللي عامل حدثة يقوم شايله ويقوم حطه على السرير ويساعد إنه هو كده هو كده مش عايز أقول لكم اسمه إيه هتبالحظ هو شايف إن العمل الصالح بتاعه إنه يروح في المستشفى يساعد المرضى اللي جايين ويجيب لي ده كذا ويجري يجيب جايزا فكل واحد فيه نقلو له راح ببال نتيجة العمل اللي هو بيعمله يبقى أنا عندي دلوقتي إيمان وعمل صالح وإيمان بما نزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو الحق الحق من ربي تبارك وتعالى كفر عنهم سيئاتهم ربنا هيكفر عن سيئاتي لما رجع له وقول له أنا بحبك أنا مليشيا لبابك حتى لو عملت الرجل اللي قتل مئة نفس ربنا تابع ليه المرأة البغية اللي سقط الكلب الكافر اللي سقط الكلب ربنا تبارك وتعالى شكر لها هذا الصنيع وغفر له أو الرجل التاني برضو ربنا ودي أحاديث موجودة دي أحاديث موجودة شربة ماء ممكن تديها لواحد عطشان أو واحد عطشانة تكون سبب في سعادة الناس وأنا بحب بقوة بالبرامج اللي بتطلع تجبر بخاطر الناس وهي ما تعرفهمش مجرد شكل الواحد كده أنا كنت بعمل ده زمان كنت بعمل البرامج دي زمان بس ما كانش فيه سوشيال ميديا تساعد في النشر بس الحمد لله رب العالمين إن تشافت وطلبت في تلفزيونات ونسأل لديتها دي حاجة جميلة جدا كان عندك ما شاء الله برنامج كلام من دهب وكان عندك الجائزة الكبرى لأستاذ جمال الشاعر كانت بتنشر الثقافة بتنشر العلم بتنشر المعرفة فلصالح مين البرامج دي تختفي ولذلك أنا أطالب إن البرامج دي ترجع تاني لأن إحنا لو لم نسقف مجتمعاتنا ناس تانية هتيجي تسقف هتحط لنا أفكار مدمرة أفكار ضائعة أفكار تائعة يبقى دلوقتي إحنا ما شاء الله تبارك الله كفر عنهم سيئاتهم وأراح الله كفر عنهم سيئاتهم كل ما مقرأ الآن دي كفر عنهم سيئاتهم أحس كده إن ربنا ده إنه سبحانه وتعالى رحيم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم أصلح البال ما قالش أراح بالهم قال أصلح أي هناك كسر في بالنا كلنا عندنا كسور في البال عندنا شروخ في البال عندنا ألام في البال عندنا أوجع في البال فيجرب بنا تبارك وتعالى كأنه بيطبطب علينا و بيرحمنا و بيضمت جرحنا و بياخد بأيدينا فيقول وأصلح أصلح وأصلح باله يبقى أنا لما أتوب لما أؤمن بالله تبارك وتعالى وأعمل الصالح وأؤمن بما نزيل على محمد لا أتكابر على الناس لا أقول أنا العالم و أنا اللي فاهم و أنا مجتمع ده في واحد كده بيطلع شايف أن المصريين دول يعني كذا كذا بيلبس لهم حملات هو فيطلع كده حاسس كده أن الناس دي درجة تانية و حادش بيفهم اللي هو بس أستغفى الله العظيم ينقصوا أن يقول أنا ربكم الأعلى أعوذ بالله من الشمطة أنا رضيب خدت بالحضراتكم وأنا أنا بتكلم الكلام ده ليه لأن أنا راجل درست سينما و درست فلسفة و درست علوم للجمال و درست فنوم جميلة و درست علوم شرعية و درست علوم تفسير و علوم لغة خدت يعني غرآن غرآن بين العلوم فلما أطلع أقول ده في كذا فأنا ما أتكلمش أن أنا واحد طالع كده وجايا لا معايا الأدوات اللي أتمنى أن أنا أناظر مثل هؤلاء خدت بالحضراتكم وأناظر أحافظ على مجتمعي وأكون سبب الأمن والأمان للمجتمع وأصلح بالهم يبقى أنا أقول العلم الذي يصلح بال الناس يبقى أنا لما بتوب إلى الله تبارك وتعالى أنا لا أتكبر بقى أقول بقى ده أنا بعمل الصالح ده أنا بادعو الناس لا أتكبر لا أنا دايما أعترف بالعجز واعترف بالتقصير لله تبارك وتعالى حتى يصلح رب بالي يصلح بالي في نفسي يصلح بالي في فكري يصلح بالي في مشاعري يصلح بالي في عواطفي يصلح بالي في علاقاتي بزوجتي يصلح بالي في تربياتي لأولاد يصلح بالي في علاقاتي بإخواتي يصلح بالي في علاقاتي بولدي يصلح بالي في علاقاتي ببلدي يصلح بالي في علاقاتي بجراني يصلح بالي في علاقاتي في التعليم يصلح بالي في علاقاتي بالسيارة التي أنا أقودها يصلح بالي من الجهل إلى العلم يصلح بالي من المرض إلى الشفاء يصلح بالي من الله كان أحد المربين الجمال أوي وهو عالم عالم يعني عالم عالم جميل رضي الله عنه أرضاه ورحمه الله وأسكانه الله الفردوس الأعلى أنا بحبه بحبه لأننا لما قرأت له العلم بتاعه وجدت أن فيه ناس حطينه في منطقة هو مش فيها أساسا حد راقي أو كان بيعلم علوم التوحيد وكان بيعلم علوم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وبأدب وبسوق المهم هذا العالم الفاضل رضي الله عنه وأرضاه كان هو يعني الشيخ أبو الحسن الشازلي رضي الله عنه وأرضاه كان يقول في دعائه لربي يا رب جلست أنا جلست على بساط الفقر يا غني من للفقير يسواك أنا جلست على بساط الضعف يا قوي من للضعيف يسواك أنا جلست على بساط المرض يا شافي من للمريض يسواك أنا جلست على بساط الفقر يا غني من للفقير يسواك يبقى احنا عايزين بقى إن شاء الله نكسر بقى من الاستغفار والرجوع للعزيز الغفار عشان رب نعي يصلحا يبقى رقم واحد الإيمان العمل الصالح ونؤمن بما نزيل على محمد ويكون لدينا فهم وواقعي جازم لهذا بعد كده بنتقل إلى رب سيكفر عني سيئاتي كل ما فعلته ثم يريح عقلي وقلبي وبالي وأصلح أي يصلح لي كل ما تشقق في أعماقي أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لكم في أولادكم وفي حياتكم وفي أعماركم وفي بيوتكم ويصلح بالكم يا رب يصلح بالكم اللهم أصلح بالهم جميعا يا رب العالمي اللهم صلي وسلم وارك على سيدنا محمد في أمان الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته